الخبر الأول اللي عدنا عن بيسان وعنس شايب وليش طره ويبجون فبيسان وعنس نزعوا على حساباتهم بالإنستجرام شوية ستوريات بالنسبة للإنس شايب فنزع هذا الستوري اللي شان كاتبين نفسيه تعبانه وحاط قلب مكسور أما بالنسبة بيسان فنزع شوية ستوريات بآخر الليل من وضح انه يشانل من ضايقة أو من زاجة فمن وضح انهم مشتاقين لبعض فبالنسبة الشخص ما يعرفوا شون اللي صير انه بيسانس معي الحاليين بسافر الألماني وتركي إنس شايب في دبي فوالله إجماعهم بأخرى بوقت فكتبوني يا حباي بالكومنتاشون تتوقعون سبب هذ الحزن هل هو الاشتياق أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأات اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو الشيره فشيره نزع على سبب الإنستجرام شوية ستوريات وبهذا الستوريات اللي ما خلالها انه رح يزيز المقطع على اليوتيوب وغلا بالمتابعين شافوه من لافسها توقعون الموضوع حيكون زواج أو في جواز اختنارين ولكنه اطلع بالسرية ونفع هذا الموضوع وغلا من المتابعين يتوقعون شون عيكون موضوع الفيديو رح توقع مسترات شفوه أوكي مثل ما لكم شايفين مترسم ولابس طقام وغرافي واميس لأنه رح أصور فيديو كيد ما عندي عرس أو شي حفلة أو شي شغلي بس أكتر شغلة مبسوط منه اللي هي إنه هي أنا عملتها لحالي والله معظيم بس تقريبا يمكن بعد شي خمسين أو ستين محاولة والله ما بعرف فبدي منكم تحسروا شو ممكن يكون هالفيديو مع أنه مبزن تحسروا يلا وما اليوتيوب أرثاني لعدنا فوطارق الباشو مملكة القصص فباشر يا حباي بالله لما رح ينزلكم فيديو كليب عادي لكن رح ينزلكم أقوى ديسترائك نزل حلقنات كلها ولك رح حذركم من هالسن لولفيديو كليب رح يكون به شي زائد 18 كلش قوي رح ينزلكم باشر الساعة بالأربعة فاكتبوني يا حباي بالكومنتاج قد انتم تحمسين إله الخبر الثالث اللي عادنا المتابعين وكشفهم الحقيقة أصابت بدر وخفهم الاسم يا رمار من التعليقات اللي عادهم أما ليسا عن السبب فصراحة المارشن السبب بالضوط ولكن يعرف اكتب إليها بالكومنتات أما بالنسبة الدليل لنصخ العق مقطع نزل ونزل بها التعليقات ونكتب اسم يا رمار بات رح لكلمة تلاحدثة ولا عمودة فتعليق تلاقيق للأشخاص خاخ وورايا فاكتبوني يا حباي بالكومنتاج قد انتم تحمسين إليها بالتعليقات اللي عادهم وشن توقعون السبب بالضوط الخبر الرابع اللي عادنا على محمد جواني وهل هو اشتاقل بيسان اسماعيل أو لا محمد جواني زعل سبب اللي انستجرام شفيت تستوريات وهذا اللي صورة كان بيها حزين وشن كاتب بيها انه حبك أذاني للأسف وبعد بستوري ثاني اتحط بيه مسوق حزين وكاتب بعرف اني غلطت اخر شي اختم بهذا السبب اللي هم تحط بيه مسيقة حزينة فاغل المتعبين توقع انه هل ممكن ان يشتاقل بيسان او اشتاقل حبيبته السابقة مادر الصراحة اكتبوني احبابي كومنتاج شريكم بذل الخبر الخبر الخامس اللي عادنا على المتعبين بيسان وانتشايب وتهجمهم على سيد رابيوتي فالسيد رابيوتي نزت على سبب اللي انستجرام وهذا البوست وهذا البوست جاب به هذه الصورة وكل كومنتاج صار يتعرضون به هل هجوم من جمهور بيسان وانتشايب انه هي لابس ملابس خصيرة ومن هذ الكلام وصار يتهجمون عليها فهذه الصورة يا حبابي قدامكم اكتبوني يا حبابي بيلكومنتاج شركوا بذل الخبر وهل هي تستحق الدجوم اللي تعرضت له او لا وبس اولا هنا صراحة المقطع حبابي بهذا المقطع حببني اشكر اه قروبات الانستجرام اللي قاعدين اعرخون على المخاطئ بشكل مطبيعي فشكرا لكل شخص حبايب حابب انه يساعدني قاعدوكم فيها خاصة بفترة الدعم نازل بسبب السترايكاوت اللي امتحانات فشكرا لكم يا حبايب وبس شاوك في زيان وختمية القصص ومع السلامة